السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعزائي المشاهدين. يا رب اكونوا بخير وبصحة وسلامة. في حلقة النهاردة ان شاء الله جاب لكم قناة جديدة نزلت على النايل سات. القناة اسمها قناة العمدة. بتعمل على كل الاجهزة وكل الرسفرات الموجودة في السوق. وعشان نضيف القناة دي يلا بنا نتفرج على الفيديو. وانتبه الشرح الموجود بالخطوات خطوة بخطوة. اول حاجة بنعملها بنضغط من الرموت على زرار المينيو. وبعدها نتحرك بالسام اليمين والشمال لحد ما نوصل لكلمة ادشانل او اضافة تردد ونضغط عليها اوكي. طبعا القائمة هتبن معنا على طول ادشانل او اضافة تردد القائمة اللي قدامنا الوقت اللي بنتعمل معها اللغة بتاعتها عربة كل اللي بنعملها على اضاف التردد ونكتب 11603 وبننزل تحت على معدل الترميز 27500 ونجي عند حدة القبية الافق والرأسي في اجهزة كتير ممكن ما تستقبلش القبية على انظام الافقي وتستقبله بنظام رأسي ولاحظة ان الاشارات ظهرت معي ومضمنها الاجهزة دي ماجيكسات 9600 والتورمان 250 الصيني والبريفيكس 6500 او 6600 او كماكس 780 كل الاجهزة الصينية الموجودة في السعودية نجي بالنسبة للقايمة الانجليش او لو دخلنا على soft الموجود باللغة الانجليش كل اللي بنعمله بندخل على من زرار المينيو على ونكتب التردد حداشر ستة زيرو ثلاثة معدل الترميز بنقول حداشر ستة زيرو ثلاثة معدل الترميز سبع عشرين خمسمية القبية بغيرها بخليها اتش او هوريزينتل وانزل على زرارة سيرش مجرد ما بضغط او كي هيبتدى التردد انزل معي ولاحز الخانة نزلت معها في القيمة وخانة جميلة وبرامجها جميلة جدا افلامها مسلسلات متنوعة وده اللوجب بتاع القناة مكتوب عليه قناة العمدة قناة جميلة ومتنوعة جدا وبقول بالنسبة اللي بتفرج علينا لا اول مرة ما انساش اللايك ويفعل الجرس والشيك في الخناة عشان يوصل لكل جديد الخناة نزلت على الميل ساد باسم خناة العمدة وده التردد بتاعها حداشر ستة زيرو ثلاثة معدل الترميز سبع عشرين خمسمية والخطبية اتشا او 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 افخي طيب بالنسبة اللي في ناس ممكن ما تستقبلش القناة او يقول لك ان التردد موجود على الجهاز كل اللي بتعمله بتألف في قيمة الرسوفر ممكن تلاقي قناة باسم صوت العرب او اي قناة تانية على نفس التردد حداشر ستة زيرو ثلاثة على سبع عشرين خمسمية وفقي وبكده تبقى حلقة النهاردة خلصت اشوفكم في حلقة جديدة على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته